اشتركوا في القناة وكأنها خرزات في سلك مسلوك إذا سقطت منها واحدة توالت الأخرى ولربما كانت أحداث علامات الساعة الكبرى تسير بسرعة كبيرة ومعها وفي أثنائها شيء من علامات الساعة الصغرى أما حديثنا اليوم أيها الإخوة الكرام عن علم من علامات الساعة الكبرى وهو نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدنيا جاء عيسى بمعجزة عظيمة من أم بلا أب فقالت أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي قال كذلك قال ربك هو علي هين وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير تمر الأيام يدعو عليه الصلاة والسلام قومه ثم يأتي اليهود بعد سنوات طويلة ويحرّض ملكا من ملوك الكفار أن يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام فيبعث الشرط إلى بيته ويبعث الله عز وجل معجزة من عنده جل وعلا فيرفع عيسى إلى السماء ويلقي شبه وجهه على الرجل من أصحاب عيسى فتدخل الشرط إلى البيت وتأخذ هذا الشبيه على أنه عيسى عليه الصلاة والسلام فتقتله ثم تصلبه ويظن اليهود أن عيسى من قتل وصلب قال الله عز وجل ولكن شبها لهم ويظن النصارى أيضا أن عيسى قد صلب من أدلة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قال في كتابه بعد ذكر آيات عن عيسى عليه الصلاة والسلام وإنه لعلم للساعة وفي قراءة أخرى متواترة وإنه أي عيسى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ويقول الله عز وجل عن اليهود وقولهم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ثم قال بعدها بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت أي إذا نزل لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى أنه عبد لله ورسوله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية أن يلغي الجزية فلا يبقى إلا الإسلام ويؤمن الجميع بدين محمد صلى الله عليه وسلم وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة محمد متبعا لها مقتديا بأحكامها وأفعالها وليس بدينه عليه الصلاة والسلام قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد ذكر أحاديث نزول عيسى فهذه أحاديث متواترة فيها دلالة على صفة نزوله ومكانه وأن نزوله يكون بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح وكما ذكرنا أنه ينزل والمهدي يريد أن يصلي بالناس صلاة الفجر فيأمره أن يتقدم فيرفض عيسى عليه الصلاة والسلام ويقول إمامكم منكم فيصلي المهدي بعيسى عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر أوصاف عيسى الخلقية أنه مربوع القامة أي ليس بالطويل جدا ولا بالقصير لكنه فوق المتوسط إلى الحمرة والبياض في لون بشرته عريض الصدر كأنما خرج من ديماس أي كأنما خرج من الحمام من نظارة وجهه وكثرة ماء وجهه وصفائه أيها الإخوة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام يكون لعدة حكم منها رد على اليهود الذين يظنون أنهم قتلوا عيسى عليه الصلاة والسلام وصلبوا وتكذيبا للنصارى الذين يعتقدون أنه ابن الله وأنه مقتول مصلوب وأيضا فيه أن عيسى عليه الصلاة والسلام وجد في الإنجيل شيئا من فضائل أمة محمد فأكرمه الله عز وجل أن يكون من أهل هذه الفضائل وأن يكون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجلس في الأرض عليه الصلاة والسلام أربعين سنة ويعمل عدة أعمال ومشاريع كبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث منها يقول صلى الله عليه وسلم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُهِلَّنَّ بْنُ مَرْيَمْ حَاجًا أو مُعْتَمِرًا أو لَيُثَنِّيَّنَّهُمَا أي سيحج أو يعتمر بالإفراد أو يحج ويعتمر قارناً أو مُتَمَتِعًا وأيضاً يقع في عصره عليه الصلاة والسلام أنه يقتل الدجال كما ذكرنا في الخطبة الماضية عند باب لد أيضاً من المشاريع التي يقوم بها أن يحكم بالعدل والسلم فينتشر استقرار وأمن المؤمنين جميعاً وتزول الأديان كلها إلا دين الإسلام ويلغي الجزية وأيضاً ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عيسى في عهده وتقع الأمنة على الأرض أي الأمان حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث يقول عليه الصلاة والسلام فيمكث أربعين سنة ثم يتوفى عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه المسلمون ثم بعدها يحدث شيء من علامات الساعة الكبرى الأخيرة سنذكرها بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين من كل ذن فاستغفره وتوبوا إليه فيا فوز المستغفرين الحمد لله رب العالمين والحمد لله على إحسانه وامتنانه وأصلي وأسلم على نبيه الأمين محمد بن عبد الله اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن واله أما بعد أيها الإخوة الكرام وبالأخص أيها الطلاب يا من تعايشون أيام الاختبارات تأكد وثق أن أعظم موفق لك ومعين لك هو رب العالمين تبارك وتعالى تذكر وما توفيقي إلا بالله مهما قدمت مهما بذلت إلا أن الله سبحانه وتعالى هو أعظم موفق إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده الدعاء سبيل عظيم للتوفيق الاعتماد على الله والتوكل عليه والثقة به تبارك وتعالى من أعظم أسباب التوفيق والنجاح أيضا لا يخفى على الإنسان بذل الأسباب والمذاكرة السليمة بأنواعها والاهتمام بذلك أيضا من أكبر أسباب النجاح والتوفيق الحذر الحذر من الغش المحرم فهو والله باب حرمان وعدم توفيق وعدم بركة في نتائجك وحياتك وما يلتحق من هذه الشهادة بوظيفة وراتب ونحوها فالبركة فيما يريده الله سبحانه وتعالى أيضا فيما يتعلق بما يحصل بعد الاختبارات أحيانا من تهول لبعض الشباب وأفعال سيئة يحذر منها فإن كثيرا منها كان بداية لهلاك ونهاية كثير من الشباب وما يحصل بعد الاختبارات أحيانا